طلب وزيراء خارجية الصين ومصر في القاهرة بوقف لإطلاق النار بعد مئة يوم من الحرب على غزة وإقامة دولة فلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة وذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية كما طلب في بيان مشترك بالوقف الفوري الكامل لإطلاق النار ووقف كافة أعمال العنف والقتل واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية وطلبت القاهرة وبكين في البيان بخلق أفق سياسي للسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والتعايش بين الشعبين وذلك من خلال البدء بتنفيذ رؤية حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية